بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تم التصويت على المداولة الثانية لقانون تعارض المصالح وأحب في هذا المقام أني أوجه كل الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية والمكتب الفني في اللجنة التشريعية على إنجازهم لهذا القانون وأكد أن هذا تشريع جديد وبالتالي يجب أن يخضع للتقييم بعد فترة زمنية من تطبيقه وهني يقع الدور على السلطة القضائية على هيئة مكافحة الفساد وكذلك على الجهات الحكومية لأن إيه هي الأطراف المعنية بتطبيق هذا القانون وبالتالي بعد فترة من الزمن يجب على هذه الأطراف تقييم هذا القانون للوقوف على أي ثغرات ممكن تظهر أثناء عملية التطبيق لأي جوانب فيها بعض القصور أثناء عملية التطبيق وبالتالي اقتراح أي تعديلات تشريعية من شأنها سد أي ثغرات قد تظهر ذلك كله لازم يصير علشان نصل إلى مرحلة التطبيق الأمثل لهذا القانون الاستفادة التشريعية القصوى من هذا القانون وتحقيق أهدافه اللي كانت أساسها مكافحة الفساد النقطة الأخرى اللي بيأكد عليها أن التشريع ليس حكرا على أعضاء مجلس الأمة والحكومة والمؤسسات المجتمع المدني وكذلك المختصين وأصحاب الإختصاص يجب أن يكون لهم دور في التشريعات وهذا ما حدث في قانون تعارض المصالح بعد ما تم إقراره في المداولة الأولى لسبوع الماضي عقدت حلقة نقاشية بحضور أصحاب اختصاص أساتذة قانون نواب سابقين وأعرضتها جريدة الجريدة كانت ملاحظاتهم وآراءهم بالنسبة لي آنا مقدرة وأيضا اطلع عليها رئيس اللجنة التشريعية وتم الاستفادة منها أيضا أحب أوجه الشكر في هذا المقام للدكتور نوافل ياسين أستاذ القانون زودني أنا شخصيا بملاحظاتها على بعض مواد القانون وبدوري نقلتها إلى رئيس اللجنة التشريعية وأيضا كانت محل اهتمام واستفادة اللي أنا أبي أقوله أننا دائما نسعى إلى تشريعات ذات جودة وذات كفاءة ولا يمكن الوصول إلى هذا النوع من التشريعات إلا بنقاش عام يشاركون في مؤسسات المجتمع المدني أصحاب الاختصاص وأصحاب المصلحة وأأكد في هذا المقام أن كل التشريعات القادمة يجب أن يكون هذا مسارها ما المفروض تجرفنا أي مصالح سياسية أو مصالح انتخابية وتخلينا نقر قوانين معيبة دستوريا أو معيبة قانونيا أو حتى معيبة ماليا ترجمة نانسي قنقر قوانينة